من يومين انطلقت منافسات بطولة الألعاب الأولمبية باريس 24 مصر زي ما قلنا قبل كده مشاركة بأكبر بعثة في تاريخها احنا طبعا مشاركين تقريبا بجميع الألعاب الفردية والجماعية مفاجآت كتير حاصلت في اليومين اللي فاته مبارح الحمد لله خدنا برونزية سلاح المبرزة لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر وأخبار بعثتنا أي منذ فتنة المنوران ونادى مجاهد النقضة الرياضية المتخصصة بالألعاب الأولمبية والصحفية بيوم السابع الرياضي صباح الخير عليك يا ندى صباح الخير عليك يا شاتف يا أهلا بيك من وراء متسيدة نورك طيب من خلال بقى طبعا شغلك متابعاتك عاملة زي اللي أداءنا في الأولمبياد خالينا بس في البداية نحن نبارك للعب محمد سيد طبعا على البرونزية يمكن هي برونزية يعني مش كل الناس كانت متوقعها يمكن كان لعب زياد السيسي كان بيلعب في المنافسات قبلها بيوم بس كانت منافسة مختلفة يمكن ده بيلعب سيف مبرزة وزياد السيسي كان بيلعب بتلاح سيف كانت الناس عندها أمال كبيرة جدا جدا على اللعب زياد السيسي خصوصا أنه هو مصنف أول في المنافسة بتاعته وكان طبعا لسه يعني يواخد بطولات عالم وكده فالناس كانت متخيلة أنه هيحصد الميدالية لكن يمكن اللاعب محمد سيد أنا ليه بقول أن هي مفاجأة هو اللعب مصنف عشر في المنافسة بتاعته ولكن هو الحقيقة اللعب كان عنده إصرار وأنا يمكن شايفة أن خسارة زياد السيسي قبلها اديته دافع أقوى لأن الناس كلها كانت متحملة بشكل كبير جدا على رياضة السلاح خصوصا أن رياضة السلاح مشاركة بأكبر عدد من البعثة المصرية يمكن رياضة السلاح مشاركة بواحد وعشرين لعب وده رقم غير مسبوق للسلاح قبل كده في الدولات الأولمبية قبل كده طيب أنت طبعا متخصصة في الألعاب الأولمبية وأكيد متابعة طبعا ده الملف بتاعك فخلينا نخدها واحدة واحدة كده ونشوف الأخبار من خلال متابعتك الصحفية الأخبار والشائعات كنت لسه بتكلم عنها في بداية الحلقة إزاي رسطور؟ بوسعنا يعني إحنا عندنا عمات تانية أو المصحفيين المختصين بالرياضات المختلفة إحنا متعودين إحنا بنشوف حاجات كبيرة جدا ويمكن السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة بترصد حاجات إحنا نفسنا بنبقى مستغربين جدا عليها يمكن شوفنا ببارح طبعا اللعبة آية السيد لما نزلوا فيه شوفنا بوستس عليها إن هي لعبة بتلعب باسم منتخب مصر في رياضة التجديف وإحنا أصلا عارفين إن إحنا مسافرين بدورها ما فيهاش بنات أصلا فكلنا اتفاجئنا طبعا وفي الآخر تلعت لعبة سعودية الحقيقة دي بيقولك تاهد تاهد كمان فدي أكيد ما هذا اللي إحنا هنشوف ولسه يعني دورة مكملة بدوركم بقى بتعملوا إيه لما بتشوفوا خبر زي ده بدورنا إحنا وإحنا المشكلة نحن بقى عارفين من قبلها يعني البعثة اللي رسافرة عددها قد إيه مشاركين بولاد في اللعبة فبتراجعوا القوائم اللي عندكم آه طبعا فإحنا بقى رح شكينا في نفسينا يعني إحنا وإحنا عارفين إنه ما فيهاش حد في التجديف مشارك يعني من البنات طيب رأيك إيه فأداءنا خلال يومين اللي فاتوا بوزة واحدة لسه مشوار البطولة لسه طويل بس يمكن إحنا عشان البطولة دي تحديدا إحنا مشاركين بأكبر عدد من اللعبين إحنا مشاركين بـ 148 لعب ولعبة وطبيعا إحنا مش هناخد 148 لعب ولعبة بس إحنا عندنا دايما دورة الألعاب الأولمبية المصريين بتمكن مستنياها بشكل كبير جدا عندهم أمل كتيرة جدا على الألعاب سواء الفردية أو اللعبات الجماعية خليني برضو أكلمك عن الألعاب الجماعية يمكن إحنا مشاركين بطبعا منتخب الأولمبي في كرة القدم ومنتخب الهندبول طبعا اللي الناس كلها يعني عقدة عليه أمال كبيرة جدا قدر بالفعل أنه هو يكسب أول مباراة ليه أمام المجر وطبعا منتخب المجر مش منتخب سهل وإحنا في مجموعة قوية جدا جدا في المجموعة بتاعتنا يمكن النهاردة الساعة تلاتة إحنا عندنا مباراة يعني مش سهلة خالصة على منتخبنا الوطني أمام الدنمارك وإحنا عارفين أن دايما المباراة منتخب مصر ومنتخب الدنمارك يعني الناس بتتناها بشغف يعني بس إحنا نهاردة عندنا أمال كتيرة جدا يمكن إحنا لما لعبنا الدنمارك في دورة الألعاب الأولمبية في توكيو 2021 ما كانش عندنا كم المحترفين برضو اللي موجود دلوقتي آه كان فيه عدد كبير من المحترفين ولكن مش بنفس العدد اللي موجود دلوقتي ويمكن كمان مستواهم عالي أكتر فإحنا إن شاء الله نهاردة يعني أعتقد أن اللعيبة نهاردة مع المدير الفني الأسباني مستر باستور هيكون عندهم دافع قوي جدا هم يحققوا الفوز النهاردة طيب بما إننا بنتكلم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لهم بس بما إننا بنتكلم عن الشيش فإحنا عندنا النهاردة في سلاح الشيش محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة وعلى أبو الآسم وفيه توقعات كبيرة جدا بالنسبة لعلى إنه يحصد مدال بالضبط ومحمد حمزة كمان خلييني أقولك محمد حمزة لعب واعد جدا محمد حمزة وصل إنه هو في مرحلة الشباب إنه هو يكون برضو مصنف أول على العالم قبل كده فمحمد حمزة متوقع ليه برضو النهاردة إنه هو إننا نشوفه على منصة التتويج إن شاء الله طيب خلينا بقى نتكلم بشكل عام اللاعب عشان يبقى لعب أولمبي عشان يتآهل أصلا إيه اللي بيحصل؟ هل هي منافسات محلية فقط؟ بوس خليني أقولك إننا نتكلم عن لعب أولمبي دي صناعة بطل صناعة البطل دي بتبقى مش من النادي بس ولا من الاتحاد الرياضي بتاعه بس لا هي بتبتدي من الأسرة يمكن أنا مبارح بعد محمد السيد ما حصل على المدالية الأولمبية أنا كان ليهي اتصال مع والدته طبعا دكتور الأماني البحيري كانت بتقولي هو محمد حرم نفسه من حاجات كتيرة جدا على مدار حياته علشان يوصل إنه هو يحقق مدالية أو يوقف على منصة التتويج الأولمبي يمكن هو ظروفه مختلفة برضو لأنه هو والده كمان المدرب بتاعه المدرب سيد سامي ويمكن أخوه كمان هو كان بطل سلاح أحمد السيد فظروف البيت كلها كانت مختلفة فالحاجات دي ظروف كلها بتهيئ أن أنت يكون عندك بطل أولمبي عارف يعني إيه منافسة عارف يعني إيه محفل أولمبي عارف يعني إيه بطولة عالم بيفرق ما بين البطولات طيب حرم نفسه من إيه برضو عشان الناس تكون عارفة حاجات كتير قوي أنت علشان تبقى بطل أولمبي أنت بتحرم نفسك من حاجات كتير جدا أنت ليك نظام أكل مخصوص أنت بتحرم نفسك منه ليك صهر أنت بتقدرش تصهر مع صحابك في حاجات كتيرة جدا جدا أنت لازم تحرم نفسك منها ضغط كتير في التمرين أنت عشان توصل لمستوى المنافسين بتوعك الأوروبيين أنت بتحرم نفسك من حيات كتيرة جدا عشان توصل لدى ده بياخد سنين ده مشهود مجهود سنين اللعب ده يمكن بدأ المشواره فعلا منهو عنده ست سنين وهو من تنطا بالمناسبة فيعني هو بصراحة يعني أنا شايف أنهو عمل إنجاز قوي جدا أنا شايفين أنه تنطا هو بيحتفي بين بارح بالضبط فعلا أنت حقيقة طيب ده عظيم جدا لكن بشكل عام برضو عايز أرجع لنقطة المنافسات المحلية اللي ممكن تكون هي بتؤاهل اللعبة في الأولمبياد هل هي محلية فقط ولا ممكن تكون مثلا منافسات قرية أو محلية في الأساس وبعد كده قرية هليني أقول لك أنت طبعا عشان توصل لمنافسة التتويج أنت مش هقوم استحالة تعتمد على المنافسة المحلية فقط لأن الشئ أنه ما بين المنافسة المحلية أنت بتلعب مع ناس في نفس المستوى اللي أنت بتلعب فيه على مستوىك لكن أنت علشان توصل لأنك أنت تبقى بطل أولمبي لازم تكون بتحتك احتكاكات بلعبين من دول أخرى من دول مختلفة وتصنيف الدول بيبقى مختلف في كل فترة أو في كل أزمنة ليه منتخب الإلهان بول دلوقتي إحنا بقينا يعني شايفين أنه هو منتخب قوي علشان الاحتكاكات وعشان المحترفين رياضة زي رياضة السلاح إحنا مش بنعتمد فيها على المنافسة المحلية فقط رياضة السلاح الحقيقة أنت طول الموسم أنت عندك أجندة وجدول طويل جدا أنت كل بطولاتك بطولات دولية في منها بتبقى على طبعا نفقة الاتحاد وفي منها لعبين بيشاركوا فيهم على نفقتهم الخاصة علشان يعلوا الرانك بتاعهم أو يعلوا التصنيف بتاعهم ده معنى أنه فيه تخطيط بالزبط بالنسبة للسلاح بالزبط وبالطول عمر ده على مدار السلاح عمتن يعني على مدار تاريخه مش حاجة جديدة طيب نحن لسه نهارده عندنا أي تاني غير اليد والشيش نهارده يمكن نحن عندنا برضو فيه منافسة في السباحة نهارده نحن عندنا يعني نهارده فيه سباحة وفيه طبعا رماية برضو أعتقد نهارده لكن هو نهارده اللي نحن مستنينه كلنا طبعا أبطال السلاح وحد بطل أولمبي زي طبعا على أبو القاسم يمكن هو متوفقش في دور توكيو لكن نحن شفناه طبعا على مناصل التتويق في أولمبيات لندن وقدر أنه هو يحصد مداليا فضية نهارده أكيد إحنا إن شاء الله يعني متوسمين طبعا فيه خير طبعا هو اللعب طبعا محمد حمزة ويمكن طبعا مباراة منتخب اليد هي يعني اللي مستحوذة على الناس بشكل كبير طبعا لأن الناس بدأت تركز أكتر مع المنتخب لأنه أدام عندنا كمان لعبة جماعية بتشارك منتخب الكرة الطايرة بس يمكن برضو منتخب الكرة الطايرة هم ونفسيته قوية جدا لأنه هو يعني مجموعته أصعب كمان يمكن من منتخب اليد على صعيد كرة الطايرة إحنا معانا في المجموعة بتاعتنا معانا بولندا ويمكن خسرنا 3-0 والحقيقة كان اللعيبة قدت أشواط قوية جدا في هذه المباراة ويمكننا كنا عاملين معسكر إعداد أوردي في بولندا ولعبنا معاهم قبل البطولة وكمان عندنا في المجموعة معانا برازيل ومعانا إيطاليا فإنت مجموعة قوية جدا في الكرة الطايرة على صعيد بقى كرة القدم أو منتخب الأولمبي يمكن احنا شايفين أنا شايفة من وجهة نظر الناس طبعا بتهاجم بشكل كبير جدا لأن هم مش شايفين أن ده الأداء أو المستوى المرضي للجماهير المصرية خاصة يعني أكيد أنت عارفة والناس كلها عارفة أن كرة القدم بتستحوذ على الناس بشكل كبير جدا طبعا عندنا لعبين فرديين كتير جدا احنا يعني متوسمين أن هم يحصلوا على مدريات ولكن كرة القدم بتبقى وكلة دماغ الشعب المصري بشكل كبير جدا بكل تأكيد وفي ناس عندها حق في أن يتزعل من اللي بتشوفه في ناس فعلا خايفة على مصر في ناس فعلا نفسها أن مصر تحصد أكبر قدر من الميداليات بالزبط ده أكيد ولا أنا شايفة اللي حاصل على السوشال ميديا ده سلاح زوح الدين يعني أن الناس عمالة تقول إيه ده وإحنا أول يومين وإحنا ما جبناش أنا شايفة أن ده ممكن سلاح زوح الدين هو يستفز اللعيبة الموجودة في الدورة الإليمبية فيبقى عندهم حافز ودفع أكتر أن احنا هنحقق أكبر عدد من الميداليات يمكن احنا المسؤولين البعثة المصرية قبل ما يسافروا قالوا أن احنا ممكن نحقق من 7 ل 10 ميداليات في هذه الدورة بس أنا أعتقد أن احنا لو استمرنا على المفاجآت أو شفنا مفاجآت في هذه الدورة ممكن احنا نشوف عدد ميداليات أكبر طيب سلاح زوح الدين ده الحد الأولاني الحد الثاني يعتقد أنه ممكن يكون لي تأثير سلبي على اللعيب أكيد ده ضغط طبعا أكيد طبعا خليني برضو أقولك أن كده المشاركة في الدورة الإليمبية في حد ذاتها هي ضغطة على أي لعيب يعني أنت وصلت للتوب ليفل أو الحدث الرياضي الأعظم اللي أنت بتشارك فيه طبيعي طبيعي جدا كل اللعبين هتكون تحت ضغطه وخلي بالك أن احنا برضو احنا وفرنا جلسات نفسية للعبين قبل الدورة الإليمبية ويمكن منتخب اليد قدر أنه يعمل ده بشكل كبير جدا بمطالبة من المدير الفاني بتاعه مستر باستور هو اللي طالب أن يكون متواجد جلسات نفسية للعبين في المعسكر اللي كان متواجد في العاصمة الإدارية كمان قبل المعسكرات الأوروبطية ده واجب على كل اتحادات أنها تعمل كده بالزبط ومش بس كمان أن هما يتم تأهنهم نفسيا أن هما في مصر يكون معاهم كمان حد أخصائي نفسي هناك في باريس عشان يدعمهم لأنه زي ما بنشوف السوشيال ميديا بتضغط وفي ضغط إلى حد ما بيكون فيه انتقاد صعب جدا وفيه تجريح في بعض اللعيبة ده طبعا مرفوض تماما لكن أكيد ليه تأثير على باقي اللعيبة اللي لسه هتلعب بالتأكيد ما زي ما بقولك هو بس الفكرة كلها أن هي كده كده المنافسة نفسها هي بتحط اللعب تحت ضغط ويمكن خليني أقولك أن منافسة زي منافسة السلاح دي برضو أنت اللعب يلعب من 11 الصبح لحد 11 بالليل أنت بتلعب الأدوار كلها أنت يعني كل ساعتين أو طياتا أنت بتلعب مباراة فأعتقد أن أنت على البال ما بتوصل للمباراة نهاية أنت بقعت بدني جدا فالمنافسة نفسها في الأولمبياد منافسة صعبة جدا مش زي بطولة العالم ومش زي دورة الألعاب الأفريقية اللي احنا بنبقى رجعين واخدين فيها دهب كتير جدا طيب إيه رأيك في الخبر بتاعنا أنا شايف برضو أن الخبر يعني خات برضو يعني ضجة كبيرة جدا على السوشال ميديا ولكن هو اللعب يعني إحنا عارفين أنه هو ليه ظروف خاصة اللعب هو طول الوقت هو متواجد في أمريكا ما فيش أي المشكلة أنه هو يكون الفريق التدريبي بتاعه هيطلع على نفقته الخاصة ويمكن كمان الحصان بتاعه أيضا هو هينتقل برضو بطيارة خاصة هو ما زي ما بقولك إحنا عندنا هو لو عايز يعمل بطولة هيعملها هيعملها بالزبط يعني إحنا خلينا برضو يعني ده ظروفه مختلفة جدا هو نجم عندنا بيلعب بإسمه مصري ندعمه بدل ما نقصر على السوشال بيديا في الكلام مش حقيقي والمشكلة أن الناس بتنساق وراء الكلام ده دي مصيبة لكن أنتوا على الجانب الآخر قاعدين بتتتبعوا هذا الأمر وبتشوفوا اللي بيحصل باستمرار على مواقع تواصل عشان ترده بالزبط عشان نرده إحنا عندنا دفاع عن أبطالنا الأولمبيين خلال دورة الألعاب الأولمبياء طيب ده مهم جدا بالنسبة للبنات أخبارهم إيه في الأولمبياد السنائية البنات يمكن إحنا عندنا طبعا إحنا عندنا بطولة سوري راف مدفسة راف الأسقال طبعا إحنا عندنا أمال كبيرة جدا 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 على أبطال راف الأسقال وخاصة طبعا اللعبة صار سمير يمكن إحنا شفناها في حفل الافتتاح كانت بترفع العالم هي طبعا اللعب أحمد الجندي لباطل الخماسي الحديث يمكن صار سمير كانت مبتعدة عن المشاركة أو مشتار سمير لوحدها بس يعني عمتا رافع الأسقال ما كانتش موجودة يمكن حضراتكم طبعا عرفين الأزمة التي كانت على رافع الأسقال وإيقافنا الدولي لكن هم راجعين بقوة كبيرة جدا يمكن شفناهم في دورة الألعاب الأفريقية برضو قدروا أنهم يحققوا في طولة العالم الأخيرة قدروا أنهم يحققوا مداليات فأعتقد أن صار سمير هي للناس يعني متوسمة برضو أنها تحت مدالي أولمبيا إن شاء الله طيب إيه المختلف في النسخة دي من النسخة اللي فاتت في الأولمبياد المختلف في النسخة دي في مشاركتنا إن إحنا بنشوف يعني يمكن مثلا لعبة صغيرة في السن جدا عندها 14 سنة يمكن شفناها مبارح بتلعب مع استلاح أي نعم هي ما توفقتش في المنافسة ولكن فكرة أن أنت بتشارك أو كاتحاد بيدي فرصة للعبة في السن ده إنها تكون عندها 14 سنة وبتشارك في المحفل الأولمبي هو ده بقى فكرة صناعة البطل في السن ده خليني لو رجعت معاك على دورة الأولمبياد توكيو محمد السيد اللعب اللي جاب برونز مصر مبارح هو شارك في دورة أعاب الأولمبيا في توكيو وهو عنده 18 سنة فقدر أنه هو يوصل للدورة الأولمبيا اللي بعدها نحن نشوفه على مناصة التتويج ففكرة أنه نشارك بأصغر لعبة عندها 14 سنة ونحطها في بطولة زي دي ومحفل الأولمبيا زي ده في السن ده نحن نجهزها للبطولة اللي جاي بدون ما نزعل ونقول أنه نحن مشاركين وليه نطلع أصلا حد في السن ده نفس الكلام اللي نحن نشوفه على السوشال ميديا طيب شايفة أنه من الصح أنه نحن مثلا لما حد يتأهل في السن ده نبارك له ونحتفل به زيادة عن اللزوم لأنه تأهل ولا ده ممكن يكون لي تأثير سلبي على اللاعب نفسه أنه يتخيل أنه هو عمل اللي عليها وتأهل فأنا كده خلاص بالنسبة لي تمام ده بقى الجانب النفسي بقى أنا بقولك عليه إحنا كلنا كرياضيين أو كاتحادات أو كمسؤولين إحنا بنقوش اللاعب طبعا ولكن لازم يكون فيه دعم نفسي لي إحنا أنت رايح البطولة دي من الشرط أن أنت تجيب لي مدالية أنا بجهزك يعني أنا بجهزك يعني السلاح مشارك بواحد وعشرين لعب ولعب هو كان ممكن ما يختروش اللاعبة دي لكن ده فكر وتخطيط مبكر زي ما بقولك يأخد خبرة الأولمبياد بالزبط ودي خبرة مش سهلة فإنك أنت تحط حد في السن ده يكون بيشارك وبيرفع اسم مصر في البطولة زي دي أنت بتديها دفع قوي من بدري طب بس إحنا لسه قدامنا كم يوم لسه؟ إحنا لسه قدامنا لحد يوم 11 أغسطس طب ده كتير لسه بدري آه بالزبط أنا بقولك إحنا مشاركين بأكبر بعثة إحنا عندنا لعبات كتيرة يمكن كمان لسه ما ابتدتش أصلا طب هل ده يطمننا أكتر؟ أكيد يطمن يعني أكيد يطمن وخليني أقولك برضو لفتة طيبة جدا يمكن دعم الدولة ودعم وزير الشباب والرياضة يمكن وزير الشباب والرياضة أجل سفره مرتين دكتور أشرف صبحي علشان النهاردة كمان يستمر ويتبرج على منافسات استلاح بعد ما طبعا محمد سيد قدر أنه هو يتوق بالبرونز فيمكن وزير الشباب والرياضة كمان مفوق كان هيصل مصر النهاردة لكن هو كمان أجل سفره عشان يتواجد يعني عيدة وريك أهمية أن الناس كلها في ظهر اللعيبة قد إيه ودي حاجة لفتة زي دي تخلي إلاهب وهو الناس العليم مسؤولية كبيرة جدا أن دعم من الدولة المتمثل في وزارة الشباب والرياضة أن هي بتدعمك بالشكل ده فأعتقد أن ده هيكون ليه مردود قوي نهاردة على منافسات سلاح الشيش وأعتقد كمان أنه العمل محمد سيد مبارح حاجة تشجع بقية اللعيب لعيب ما كناش معتمدين أنه هو هيجيب ميداليا وكان بيشارك فقط وتصنيفه مش الأول لكن أنه عمل حاجة هتشجع بقية اللعيبة كله هيتحمس أنه أنا مش مؤهل أو مش مؤهل أنا مش من الناس المصنفين أو مش من الناس بنعول عليهم في أنهم هيجيبوا ميداليا لكن إحنا شفنا مثال وقادر أنه يعمل كده وقادر أنه ينجاز فهنعمل إحنا كمان وليس عندهم فرصة كمان على فكرة أبطال السلاح أنهم مع منافسات الفرق أنهم يكونوا برضو يعني لعب زي زياد السيسي هو عارف أنه يمكن كان ليه تصريح وقال أنا طبعا بعتذر للشعب المصري على أني ما حلفنيش الحظ أن يأتوك بالميداليا ولكن عندي فرصة قوية جدا في منافسات الفرق وهنا جودة كمان وهنا جودة بالزبط فعلا يعني برضو ما هي طفلة مش طفلة يعني أنا عايزة أقولك برضو هي نجمة في سن صغير جدا أنها حسب حمل أو مسؤولية كبيرة عليها جدا أنها تعتذر للشعب المصري برضو مبارح ده يوريك قد إيه أن الأبطال دي هي بتبقى حتى حمل كبير جدا على نفسها وهي بتسافر تشارك في المحفل الأولمبيا إيه رأيك طيب في ثقافة الاعتذار من اللعيبة اللعيبة صغيرة زي ما أنت قلت وما عندهمش الخبرة الكافية في التعامل لكن هم عارفين قد إيه شعب مصري مستني منهم أن هم يحصدوا ميداليات هم يقدموا اعتذار على صفحاتهم الشخصية دي حاجة كويسة ما خليني أقولك أنه في الظروف اللي احنا فيها اللي حصلت دلوقتي مضغط السوشال ميديا هم لازم يعتذروا للناس اللي هي طول النهار بتقطع فيهم على السوشال ميديا فلازم يكون هم كمان عندهم رد يعني على السوشال ميديا ده ببساطة شديدة يا جماعة لسه قدامنا كتير بلاش تجريح في اللعيبة ياريت نشجع اللعيبة قدر الإمكان وده لمصلحة مصر ده عشان يحصدوا أكبر عدد من الميداليات في النسخة اللي فاتت خدنا ست ميداليات إن شاء الله في النسخة دي هم مخططين من سبع لعشر ميداليات إن شاء الله لسه قدامنا الفرصة وبنتمنى طبعا لكل اللعيبة سواء اللعيبة اللي بتلعب بشكل فردي أو جماعة كل التوفيق وطبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ندم جاهد محللة رياضية ومتخصصة به الألعاب الأولمبيا شكرا جزيلا